مجلس الوزراء يبحث عددا من القضايا المهمة في مقدمتها قانون انتخابات رئاسة الجمهورية جنايات القاهرة تستانف اليوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 اخرين من قيادات الاخوان في قضية احداث قصر الاتحادية حراك دبلوماسي مكثف اليوم في مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي لبحث الازمة الاوكرانية اهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة اخبارية جديدة تأتيكم عبر شاشة قناة النيل للاخبار من القاهرة اهلا بكم جديد مشاهدين الكرام عقد مجلس الوزراء اليوم اول اجتماعا له بكامل هيئاته بتشكيلاته الجديدة برئاسة المهندس ابراهيم محلب لبحث عدد من القضايا والتقارير الداخلية وكذلك الخارجية وفي مقدمتها مشروع قانون انتخابات الرئاسة الجديدة وكذلك اضافة الى التطورات الوضع الامني في البلاد وجهود الحكومة لتحقيق الاستقرار والاستعدادات الخاصة باستئناف الدراسة يوم السبت المقبل الثامن من ديسمبر تستأنف اليوم محكمة جنات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة محكمة الرئيس المعزول محمد مرسي واربعة عشر متهما اخرين من قيادات تنظيم الاخوان الارهابي في قضية احداث قصر الاتحادية هذا ويوجه المتهمون تهما تتعلق بالقتل والشروع في القتل المتظاهرين السلميين المناهضين الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره الرئيس المعزول محمد مرسي في نوفمبر من عام 2012 وكانت المحكمة قد اجلت الجلسة سابقا لنظر قيام هيئة الدفاع عن المتهمين بتقديم طلب لرد هيئة المحكمة للاستماع لمطالب عمال غزل المحلة والتواصل معهم تفقد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مصنع مصر للغزل والنسيق بالمحلة متابعا حركة الانتاج داخل العنابر والتواصل مع العمال انا ادل ان اهدى على فكرة وهدخل المصالة وهدخل المخاسر وهدش هادش يلعب معي اخد بانك الجبال التحديات اللي مصر بتوجيها ليس حد معا اصلاح سحرية لكن فيه ايمان بالله واحنا بالراهن ان احنا متركين على الله واعتمدين عليه بشعب مصر وبرعمال مصر العمال كانت لهم مطالب عدة منها تطبيق الحد الادنى للاجور وتوفير مواد خام للمصانع والذي وافق على تنفيذها رئيس الوزراء تستمر الحكومة في جهودها في التواصل مع عمال مصر للقضاء على جميع المعوقات امام عجلة الاقتصاد لدفعها الى الامام ايمانا منها بان العمال هم الركيزة الاساسية للنهوض بالاقتصاد المصري والخروج بالبلاد من هذه المرحلة الدقيقة من المحلة منذر ابو دوح النير كان هذا مشاهدنا الكرام تقريرا اخباريا تابع نشاطات رئيس مجلس الوزراء من خلال تفقده لبعض مواقع سير العمل والانتاج خاصة في محافظة الغربية للمزيد من المتابعة نضم الاين عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان نائب رئيس تحرير جريدة الاحرار المتخصص في شؤون مجلس الوزراء أستاذ كمال أهلا بك بداية وأهم القضايا المطروحة على أجندة المجلس في مناقشات اليوم طبعا ده الاجتماع الأول لحكومة سبريل نحلة هينقش طبعا خطاب تشكيل الحكومة اللي وقهه رئيس الكمورية رئيس الوزراء وحدد فيه أهم الأولويات سواء من ناحية السياسية من ناحية الأمنية من ناحية القطورية من ناحية الخدمات المقدمة للمواطنين وأماس كمال خالص الطريق وفرض الأمن وحل المشكلات الاقتصادية لتجابة لمطالب العمال تحقيق العدالة الاجتماعية هينقش بشكل عام كل وزارة تعرض رؤيتها للمهام الموكولة بها خاصة وزارة التضامن الاجتماعي اللي يمكن عليها دور كبير في موضوع العدالة الاجتماعية هينقش طبعا الملف الأمني والجراءات واتخذها الحكومة للفرض الأمن الملف الاقتصادي وخاصة بعد الجولة لأنبيها رئيس المزراء بالأمس وانسجابة لمطالب العاملين ويحاول يوصل رسالة لتطمين العاملين أن كل مطالبهم سيتم الاستجابة لها ويتوقع أيضا أن مجلس الوزراء اليوم من الممكن أن يلاقش مشروع قانون الانتخابات الرئاسية بعدما الرئاسة هو رجع من مجلس الدولة للرئاسة وبعدين الرئاسة حولته للحكومة للموافق عليه بشكل نهائي بحيث لو وفق عليه مجلس وزراء اليوم الرئيس من الممكن أن يوقعه ويصدر القانون ليفتح المجال لفتح الباب للانتخابات الرئاسية فأعتقد أن اجتماع المجلس في أول اجتماع لحكومة المهندسة برين محلي في أول اجتماع لها اليوم مهم جدا من ناحية سياسية من ناحية الأمنية من ناحية الاقتصادية أو من ناحية الخدمات المقدمة للمواطنين وأيضا موضوع الأسعار والتوافر المواد التنمولية وغير ذلك بس مسألة على الهامش اجتماع الحكومة الأسبوعية عادة بيكون يوم كل يوم أربعة مش كده؟ والله هو المفترض كان بيبعار الأربعة في حكومات السابقة وإن كان فيها عن حكومة الببلاوكات أحيان بكجعل الخميس لا أعلم هل المهندس إبراهيم الببلاوي هيغير الموعدة بشكل دائما المهندس إبراهيم محلب معلش لسه بقى المهندس إبراهيم محلب يخلل الاجتماع دائما الخميس ولا ده فرضته ظرف أنه هو من برح كان في زيارة المحلة وأنه هو حارض على أن يقوم بالزيارة قبل اجتماع مجلس وزراء لذلك أجل المجلس يوما لسه هنعرف خلال الأسبوع القادمة أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ كمال ريان نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار المتخصص في شؤون مجلس الوزراء تستانف اليوم محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 أخرين من قيدات الإخوان وذلك في قضية قصر أحداث الاتحادية يواجه المتهمون تهما بقتل وشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر عام 2012 كانت المحكمة قد أجلت الجلسة سابقا نظرا لقيام هيئة الدفاع عن المتهمين بتقديم طلب لرد هيئة المحكمة تنظر اليوم محكمة جنيات شبرى الخيمة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة قضية تقطع طريق قليوب المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ومحمد بديع وآخرين من الجماعة الإرهابية من المقرر أن تقوم لجنة ثلاثية من المختصين بالتحاد الإذاعة والتلفزيون بتسكيم استوانات مدمجة خاصة بأحداث القضية لبيان محتوها كانت المحكمة قد قررت تكليف المخابرات العامة وأهيئة الأمن القومي بإعداد تقرير وتحريات عن أحداث العنف والقتل والعمد والشروع في القتل وإطلاف الممتلكات العامة والخاصة تاقد محكمة جنيات شبرى الخيمة دائرة الإرهاب بمقر معهد مناء الشرطة أولى جلسات محكمة 38 من أنصار جماعة الأخوان الإرهابية في أحداث محاولة تفجير محططي متر الأنفاق بشبرى الخيمة وكذلك قرية الزراعة خلال الاحتفال بنصر أكتوبر من العام الماضي وقد وجهت النيابة إليهم تهم إطلاف وتخريب وتعطيل مرافق عامة والانضمام لجماعة محظورة وتعطيل مؤسسات الدولة وإحراز أسلحة وحيازة مفرقعات حيث كان بحوزتهم أربعة أو أربع وخمسون قنبلة بداية الصنع تنظر اليوم محكمة أمن الدولة العليا طواري ببورسعيد قضية التخابر المتهم فيها مدير شركة ميلاحة ببورسعيد بالتخابر لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية وحزب الله اللبنانية يواجه المتهم تهم التخابر والتجسس لصالح جهاز الموساد من خلال التواصل مع اثنين من ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلي بالإضافة لجهازي مخابرات تابعين لإيران وحزب الله وإمدادهما بمعلومات عن القوات البحرية وموانئ بورسعيد والمنشآت الحيوية على ضفتي القناء تنظر اليوم دائرة الإرهاب بمحكمة جنيات المنصورة جلست محكمة المتهمين بقتل سائق المنصورة والمتهم فيها نحو 24 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية كانت سائق قد لقي مصرعه أثناء مروره بسيارته في وسط إحدى التظاهرات التابعة للجماعة المحظورة بالمنصورة فأقعت اشتباكات بينه وبين المتظاهرين قاموا على أثرها بطعنه عدة طعنات أدت لوفاته في الحال كما قاموا بإشعال النار في سيارته دع المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بفتح تحقيق قضائي مستقل للتحقيق في أسباب الأحداث التي حدثت في فضة 9 مي رابع العدوية وكذلك النهضة واتخذ التدابير التشريعية اللازمة لإنهاء استخدام العنف أثناء التظاهرات والبدء الفوري في إحطار وتدريب الشرطة على فض هذه المعايير تبقى للمعايير الدولية وكذلك في العمليات المماثلة كما أكدت توصيات التقرير إلى ضرورة وقف حملات الكراهية بين المصريين التي تبثها العديد من وسائل الإعلام كما أدن التقرير وجود بعض العناصر المسلحة وسط المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية في مؤتمر صحفي عرض المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره حول عملية فض رابع العدوية وما عاصرها من أحداث وانتهاكات صاحبت عملية الفض واحتوى التقرير على عرض فيديو ومحاكات ومستخلصات وتوصيات بدأت الاشتباكات المتفرقة في محيط الميدان في كل الاتجاهات في الاتجاه طريق النصر جنوبا وشمالا في اتجاه طيبة مول وأيضا شارع التيران في اتجاه صراح سالم وفي اتجاه التأمين الصحي وفي كل المناطق المجاورة اندلعت أحداث عنف شديدة جدا وإطلاق نار بشكل كبير من كل الأطراف تبنى العرض مشاهدا تؤكد تسلح المعتصمين وإطلاق نيران تجاه قوات الشرطة واشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن واستغرب جميع الصحفيين من خلو العرض من أي مادة لقتل المتظاهرين حمل المدنيين للسلاح داخل الاعتصام انتهاك أيضا وفقا للمعايير الدولية وقد رصدته البعثة ورصدته أيضا تقارير لمنظمات مجتمع مدني مصرية ومحلية وهذا يعد انتهاك للمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مستخلصات التقرير تؤكد أن الفض جاء تنفيذا لقرار النيابة وسعيا لأعمال القانون من جانب الحكومة وكذلك احتوى على انضمام عناصر مسلحة وسط المدنيين إلا أنه أدان عدم مهنية الشرطة في عملية الفض وقسوتها في بعض الأحيان إن قوات الأمن وإن توفرت لها حالة الضرورة في استخدام القوى المسلحة والأعير النارية في استخدام القوى المسلحة نظرا لاندلاع عمليات مقاومة لها من قبل العناصر المسلحة وأنها أي قوات الأمن قد حافظت على تناسبا نوعيا من حيث طبيعة الأسلحة المستخدمة إلا أنها قد أخفقت في الحفاظ على ضبط النفس في بعض الأحيان أخلت بالتناسبية من حيث كسافة الإطلاق تجاه مصادرها بشكل لا يتناسب والهدف من المهمة الداعية لاستخدامها في الختام أوصى التقرير فتح تحقيق في الأمر وتعويض كافة الضحايا ووقف آلة الكراهية التي تبثها بعض وسائل الإعلام حفاظا على الأمن القومي يبقى أن نشير إلى أن هذا التقرير حظي بتغطية إعلامية دولية وساعة النطاق ويبقى الدور الرقابي للمجلس القومي لحقوق الإنسان وهو أن يرسل التقرير للجهات المعنية حتى تتخذ اللازم حياله إذا أرادت من مقر عقاد المؤتمر محمد محمود النيل تلقى الرئيس عدل منصور اتصالا هاتفيا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ناقش خلاله تطورات الإقليمية التي تمر وتشهدها الساحة المحلية كانت كل من السعودية والبحرين والإمارات قد أعلنت في بيان المشترك سحب سفرائهم لدى قطر بسبب عدم التزام الدوحة بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي في قرار غير مسبوق داخل مجلس التعاون الخليجي قرارت السعودية والإمارات والبحرين سحب السفراء من إمارة قطر دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث أكدت في بيان المشترك أن قرار سحب السفراء يرجع إلى عدم التزام الدوحة بمقرارات تم التوافق عليها سابقا بين دول المجلس بعدم